في إطار الأنشطات والثقافة المخلدة لإحتفالية وقشوط عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي عقدت لجنة العليا للاحتفالية اليوم مؤتمرا صحفيا حول إطلاق تطبيق إلكتروني ديلول لنشر المحتوى التثقيفي الذي يتضمن ألف سؤال في ميداني الثقافة والتراث يهدف هذا التطبيق إلى نقل الثقافة العالم المكتوبة والشفوية إلى الأجيال الجديدة من خلال نشرها عبر الوسط الإلكتروني والتطبيقات وجرى هذا الإجراء بحضور مدير العمل الاجتماعي ومدير الاعتمادات والعلاقات مع الصحافة وممثل عن اللجنة العليا لإحتفالية وقشوط عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي